اشتركوا في القناة 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 كلها قد بعضها. اه انا عندي الميزان ووزنتهم اه اعملت القطع خمسين جرام تقريبا. اهو. بالشكل احنا شايفينه ده. عشان لما اجي افرده يبقى كل المقاسات بقى قد بعضها. كده بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين اهو. اكمل الكمية كاملنا الكمية مع بعض اهوان. بالشكل ده اشوفوا تقريصة بقت عمل ازاي? واسيبها تترفع كمان شوية صغيرين كمان عشان تبقى سهلة معايا. في التبطيت لما بجا لما جا بططه. تمام? انا معايا ادي ايه? اهوان. امسكها افردها بالشكل ده كده. ادي تقريصة معايا امسكها افردها. خطوة بخطوة معايا كيسهل وبسيط وزي الفل. انا عملت واحدة. اعمل كمان واحدة. اهو بالشكل ده. انا هعمله يا جماعة. اه هعمل تلات رئات على بعض. يعني هعمل تلات تقريصات على بعض. وبنقول لتقريصة وتقريصة عندك اهو نشاة. انا برش نشاة زي ما انت شايفها. حابة نشاة صغيرين او حابة دقيق كمان صغيرين. تمام? شوفوا انا فردتها هوا. بالشكل احنا شايفين اهو. ادي اول واحدة معايا. انا معايا سامنة ومعايا زبدة او زبدة واسامنة مع بعض او زبدة وزيت مع بعض. اه بمسكها اه بالفرشة. وديهنها بالشكل ده كده شايفين? من كل طبقة وطبقة. ادي الطبقة الاولانية. وكمان ادي الطبقة التانية. وديهنها برضو نفس الموضوع. اهو. وحط كمان الطبقة التالتة. انا هعمله تلات طبقات. فيه ناس بتعمل خمس طبقات. الموضوع برجعلك انت. انا مش عايزها كبير اوي. انا عايزها حجم حجمه وسط. تمام? فانا بعمله تلات طبقات بس. عايزة تعملي خمس طبقات? اعملي خمس طبقات مفيش في اي مشكلة. طبعا العجينة جميلة جدا وماشي معايا شوفوا. التلاتة على بعض ماشيين ازاي? زي الفل العجينة ماشي زي الملبن. ده طبعا برجع العجينة والعجينة مرتاحة معايا جدا جدا. طبعا لو عندك مردانة بتبقى حلوة اوي اوي اللي بتفرد العجين دي بتبقى جميلة جدا. بس هي العجينة ماشي الوحيدة زي الفل اهي. امسك بالسكينة وقطعها زي ما احنا شايفين اهوا. اقطعها نصين وبعدين اقطعها اربعة اربعة كده. وكل ربع اقطعه ايه? نصين. اهو. شايفين? بالشكل ده كده. في مشكلة ولا مشكلة ولا اي حاجة. زي الفل اهو. كده تمام. تحشي بقى اي حشو انت عندك. تحشي بجبنة. جبنة اي نوع جبنة. جبنة شيدر جبنة مسلسات جبنة اه من بتاعة المعمل. اي جبنة عندك تعملي. وعندك شوكولاتة اعمله شوكولاتة. عندك اه اه بلح اللي هو العجوة اعملي عجوة. فالحشوة بترجع لراحتك انت. دي الشوكولاتة زي ما احنا شايفين اهوان. امسكها اقطعها كده من الطرف عشان اعرف ابرومها معي. تمام? انا معي القطع هين زي ما احنا شايفين. اشد الطرف ده قدام ده البوز ده لازم انا اشده حلو كده عشان يعملي التوريقة والرئات اللي انا هعملها تمام? تبقى لفتها لفة حلو اهو شايفين? بالمنظر ده كده. سهل وبسيط وجميل وبياخدش وقت وزي الفل معاكي. سهل اهو شايفين? وتبقى واستاذة وزي الفل ولا اجدع اه اه احلى من بتوع الفرن كمان الف مرة. اهو بالشكل ده اهوان. اشد البوز عشان الف تلف معي كويس. انا معي الصاق بتاعي اللي انا هعمل عليه اهوان. ادهنه بس اه اه رشق بتاع اه بالفرشة سامنا كده او على زيت اي حاجة من ده عشان ما يلزقش مني. وابدأ ارس التقريصات بتاعتنا كده بالشكل ده هوا طبعا لما ارس الملتو يا جماعة لازم ان يبقى فيه فراغ بين الملتو والتانية تمام? عشان هو كده كده لسه حجمه هيضاعف. انا مش هحط الفرن الوقت تاني لسه هسيبه يرتاح ويرتفع براحته لما الحجم ده كل يدو يتضاعف. تمام? اهو. عملنا كمان نعمل كمان واحدة بالشكل ده كده اهو. ودي الطبقة التانية. ودي كمان طبقة. تلات طبقات كده. وادهن برضو بالمادة الدهنية اللي عندي. تمام? دي عملتها اربع يا جماعة اهو. اربع طبقات. وابدي افرد بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. كده تمام زي الفل. برضو نفس الخطوة اللي احنا عملناها المرة اللي الفات ما فيش فاق اي مشكلة برضو. اهو. شايفين? كده تمام. انا عملت بالشوكولاتة نعمل دي بقى بالجبنة مع بعض. نقطع جيبنا مقعبات بالشكل ده كده اهو. وابدأ لفا برضو نفس الموضوع ونفس اللفة. بالشكل ده كده اهو. كده بالشكل ده اهو. تمام? تمام. واشد البوز كده. عشان تعمل لي اللفات اللي احنا عارفنها. تمام كده. مفيش اسهل من كده. كده زي ما احنا شايفين اهو. اهو. شفتو بقى جميل زي الفل اهو. اهو. كل ما العجينة تكون مارنة معاكي تاخد نتيجة هاي لو يطلع هش منك وزي الفل كمان ويكون المجوء يعني اه اه خفيف وزي الفل. اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ولفها اهو. مش اجمل من كده. انا معايا هو بعد ما حطيته عصاج. اهو طبعا حجمه الضعيف زي ما احنا شايفين. انا معايا 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 لابن. حطيت عليها معايا زبدة على سمنة تمام. وهدي نوشه بس كده. عايزة تحط بيض ممكن تحط بيض برضو. الموضوع برجعلك انت. ممكن تعمل بيضة على حب تخلي وباكت فانيليا وتدينا وشه عادي. وتدينا طبعا براحة جدا عشان الهوى ما يطلعش منه. بالشكل ده كده. تمام? اهو. وابدأ ادخلوا الفرن بقى. اهو يا جماعة ما شاء الله طالع من الفرن زي الفل. شفتوا اللون وشفتوا الجمال. خفيفة جدا. شفتوا اه شفتوا اه وشة وشفتوا الاعر بتاعها عامل ازاي بسم الله ما شاء الله عليها وعلى جمالها. ما اقولكوش بقى انه خفيف ايه ما شاء الله عسل عسل عسل. بسم الله ما شاء الله. زي الفل. ورحته تحفة. طالع جميل جميل جميل. طبعا بتغطيه او بتحطيه تحط عليه فوطة وهو طالع من الفرن كده. وهو اصلا طالع طري يا جماعة والله طالع طري جدا. لان اللي عاجينا شفتوا الاعر عامل ازاي? زي الفل. حاجة كده من الاخر بسم الله ما شاء الله. عسل. او شايفين طري ازاي? ودي اللي فيها الشوكولاتة. الشوكولاتة صحة فيها ازاي? بسم الله ما شاء الله عليها وعلى جمالها. وشوفوا التوريقة يا جماعة شوفوا. مجوف من جوة ازاي? مش مكتوم ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله عليه. حاجة كده عشرة على عشرة. او ايه رأيكم بقى في الجمال? ايه رأيكم بقى حاجة كده? من الاخر. ايه شوفوا شكله بقى ما شاء الله عليه زي الفل. دي بتاعت الشوكولاتة اهيا بسم الله ما شاء الله. زي ما قلتلكم شوفوا من جوة. مفتاحة ازاي? بسم الله ما شاء الله مش مكتومة ولا اي حاجة خالص وخفية جدا جدا يا جماعة. كل ما تتمي بالعجنة بتبقى معاك خفيفة وجميلة. تمام? وديا بتاعت الجبنة هي بسم الله ما شاء الله برضو اهيا شايفين? شايفين مورقة من جوة ازاي ومش مكتومة ولا اي حاجة خالص? العجنة خفية جدا جدا. طبعا بتمنى الفيديو يعجبكم واللي يجبوا الفيديو ما ينساش اللايك واشترك في القناة. وان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركات اشترك في القناة